السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم عزيزي المشاهدين في فيديو جديد على قناة سيمون ميلونجيك الذي تقدم كل ما هو تقني ومعلوماتي. اليوم ان شاء الله سوف اشرح لكم فيديو مهم جدا لكل صاحب قناة يوتيوب. هذا الفيديو سوف يفيدكم في فيديوهاتكم بشكل يعني كبير جدا. مثلا انت حملت فيديو على قناتك يعني ورفعته على قناتك وهو الان في قناتك. لكن لاحظت او اكتشفت ان فيه جزء تريد حذفه. ولكنك لا تريد حذف الفيديو كامل. سوف اريك طريقة التعديل على الفيديو داخل قناتك. يعني من غير ان تحذف الفيديو من قناتك سوف تقوم فقط بحذف هذا الجزء من الفيديو الخاص بك. ويبقى الفيديو الخاص بك في قناتك. لانه كما تعلمون لو حذفت الفيديو سوف تحدف المشاهدات وتحدف الارباح وتحدف الساعات وكل شيء. يعني عندما ترفعوا تاني من جديد سوف يعيد يعني الفيديو من الاول. لكن هذه الطريقة التي سيشرح لكم هي التعديل على الفيديو من داخل القناة. سوف ندخل الى القناة هكذا من جوجل كروم. نفتح قناتنا. ثم ندخل الى المحتوى. الطريقة يعني معروفة لجميع الناس. ثم نختار الفيديو الذي نريد ان نعدل عليه. سوف ننزل. مثلا انا سوف اختار هذا الفيديو. هذا. سوف نضغط على هاد القلم. هاد القلم التعديل. نضغط عليه بهذا الشكل. ننتظر ان تفتح معنا الصفحة. نضغط عليه بهذا الشكل. اوكي. فتحت معنا الصفحة. لاحظوا معي ان هذا الخيارات في الجنب. سوف نضغط على اداة التعديل هيا نضغط على ادات التعديل هيا التي اشاره اليه هكذا في هذا الشكل ثم ننتظر ان تفتح معنا الصفحة في هذا الشكل اوكي هنا نضغط على زر تقسيم هذا نضغط عليه بعد الشكل لاحظوا معي هنا في مادة سيحصل تحت سوف يتم تحديد الفيديو ككل نضغط تقسيم ها هو تم تحديد اوكي لاحظة سوف نضغط تقسيم بهذا الشكل سوف يتم تحديد المقطع كاملا ها هو بالازرق الان تم تحديد اذا اردت فقط تحديد مثلا تقسيم فقط جزء معين تسحب هذا الازرق لكن اذا اردت تحديد مكان معين تضغط مرة اخرى تقسيم وتقوم بسحب هذا الشريط ها هو نحض مع هذا الجزء الاحمر هذا نقوم بتحديد به المقطع الذي نريد حدفه من الفيديو يعني هذا الجزء الاحمر والذي سيتم حدفه من الفيديو نحن سوف نقوم هكذا بتحديد هكذا نسحب الى الوراء والى الامام حتى نحدد الجزء الذي نريد ان نحضفه من الفيديو ككل اوكي فهمتم معي يعني الجزء الازرق يتم تحديد الفيديو ككل اذا مثلا كنت تريد حدف نصف الفيديو تسحب الجزء الى النصف وتحديد ويتم حدف الجزء الاخير ويفضل معك الجزء الازرق يعني الجزء الازرق دائما هو الذي يفضل الجزء الذي الاخر يتم حدفه لكن اذا اردت يعني تحديد جزء معين عفوا في الفيديو تقوم بضغط مرة اخرى تقسيم ويتم تحديد هكذا الجزء بالاحمر هذا الجزء بالاحمر هو الذي سيتم حدفه يعني الان عندما نقوم هكذا بتحديده تحديد سوف اقوم مثلا انا بتحديد جزء الذي اريد ان احذفه من الفيديو واقوع ريكم ماذا سافعل اوكي لاحظوا معي هنا سوف اقوم بتحديد الجزء الذي اريد ان احذفه من الفيديو ككل بهذا الشكل سوف اقوم بسحب الشريط الاحمر على طول المقطع الذي سوف احذفه بهذا الشكل سوف احدث الجزء من بداية المقطع الى نهايته يجب ان يعني اقوم باختيار بداية المقطع بهذا الشكل اصحب اول الشريط يعني الطرف الايمن للشريط الاحمر اضعه في بداية المقطع والطرف الايصر من المقطع الاحمر سوف اسحبه الى ان اصل الى الدقيقة النهائية في المقطع الذي اريد ان احذفه من الفيديو لاحظوا معي ان اصحبه هكذا تقوم فقط بالضغط على رأس المقطع وتسحبه يعني تضغط وتسحب بالجهاز الفقر اذا كان الكمبيوتر او في الهاتف تقوم بالسحب باسبوعك يعني سواء من الهاتف او من الكمبيوتر نفس الشيء تقوم بسحب تحديد المقطع بهذا الشكل اقوم بتحديدها هكذا ثم اقوم بالضغط على علامة الصح هذه كي اؤكد تحديد اوكي بهذا الشكل قمت بتحديد المقطع وحفظه لكي يتم حدفه بعدها سوف اقوم بالضغط على كلمة حفظ الموجودة فوق لاحظوا معينا هذه المقطع تم تحديده الان اقوم فقط بالتأكد من ان الدقيقة يعني صحيحة من اول دقيقة الى اخر دقيقة في المقطع كي يتم حدف فقط المقطع الذي اريده لا يتم حدف اكتر من المقطع الذي اقوم الان سوف اقوم الضغط على حفظ بهذا الشكل اوكي ثم اضغط ثاني على حفظ هذه ان يتم حفظه سيتظهر لدي الرسالة الان تم يعني حدف الجزء من الذي حددته لكن فقط ملحوظة لن يظهر معكم الحدف الان يعني لانه يحتاج معالجة يعني عندما تقومون بهذه العملية ليس فقط مباشرة تدعبون على المقطع وتتأكدون لن تلاحظوا الحدف لكن فريق يعني يجب اليوتيوب ان تعالج الفيديو يعني سيأخذ وقت ممكن ياخذ نصف ساعة او 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 حسين ساعة او على حسب يعني على حسب ممكن ان ياخذ فقط خمس دقائق ممكن ان ياخذ نصف ساعة كل شخص والمدة التي سيأخذها على حسب طول المقطع وعلى حسب الجزء الذي تتعطمه وعلى حسب أيضا الضغط الذي يكون على منصة اليوتيوب وما إلى ذلك يعني هناك العديد من العوامل التي تؤثر في وقت التعديل على هذا الفيديو لأنه يجب أن يعدلوا ثم يقوموا بحفظ ويحذفوا المقطع الخاص بك ويتم معالجة الفيديو من الأول كأنك أول مرة وضعته كي يتحققوا أيضا من حقوق طبع وما إلى ذلك ثم يقومون بالتعديل على الفيديو ويضعونه لك كما حددته وعندها تلاحظ أنه تم إزالة المقطع الذي تمت إزالته أتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح وبسيط لكل الناس تفهموا كيفية التعديل على فيديوهاتكم داخل قنواتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم